صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل نخش على الطاقة العامة على طول انت تغيرت مش تغيرتي للاسوأ انت تغيرتي للاحسن فجأة بدون اي مقدمات من واحدة بتزن لوحدة هدية طبعا ما بعيبش على الزناني خالص اوكي عشان بس ما حتيجي يقولي يعني ايه بتزن من واحدة بتطلب طلبات كتير جدا لخلق اي حاجة بترضى بيها نبدي مثال تاني ما كنتيش محجبة اتحجبتي تغير عموما يعني او كنت محجبة قلعت الحجار بدأت تهتم بنفسك او بدأت انت كمان تهتم بنفسك بقيت تهتم بحالك فهو استغرب ايه ده ايه التغيير المفاجئ ده وانا جاي امشي تقومي متغيرة بص شايفك ايه شايفك ان انت حرفيا مسيطر على حياتك وان انت ممسوط جدا مفيش حاجة هتمشي همشي هتبعد هبعد هتروح لطرف ثالث هروح لطرف ثالث مش لازم الطرف الثالث يا جماعة يكون خيانة ممكن يكون عرض اخر متقدملي وانا مرتبطة ولكن اذا شخص اللي انا مرتبطة معاه شخص مش كف مش كويس فانا عايزة اسيبه عشان العلاقة كانت ببايزة فانت اتغيرت يا برج الحمل اتغيرت وما بقتش بتاع زمان ما بقتش الشخص اللي ممكن يكون اا ممكن تكون مثلا كان كل ما يجي يمشي تمسك فيه مثلاً ما بقيتش كده بقيت يتمد نفسك وتسيب كل حاجة بقى ورا دهرك حرفياً وإنك عايز تبتدي بداية جديدة وباصص لقدام مش لورة عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح يرتبط وأنا هبضل كده لأ طب خلي بالك بقى أنا عندي طرفتين يالله يا عمس مفاجأة مش كده مفاجأة طب هو شايفك كده أنت شايفه إزاي بقى بص بقى فيه اختلافات من بينكم على فكرة فيه اختلافات قوية كمان ممكن تكون في التفكير أنت شايفه أنه هو شخص مش عايز أقول خدعك ولكن هذا الشخص رحل مرة وحدة بدون أدنى مقدمات فجأة 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 رحل من هذه العلاقة شوف الجمال شوف العلاقة أربع وصيان ورد ومسكين ورود وبنحب بعض قلبت قلب سوري قلب الصبحة في ثانية في الثانية قلب عليك أنت شايفه شخص إيه ده إيه اللي إيه اللي إيه اللي إيه اللي خلاك تعمل ده كله ما انتش فاهم عشان كده أنت زي ما تكون مش مصدق أنت مش مصدق اللي بيحصل ده حقيقة ده حقيقة أنت مشيت من العلاقة فعلاً ده حقيقة ده فعلاً هي في مرة واحدة الشخص ده قفل عليك مرة نور لو هو قفل عليك عملك بلوك وكده كل حاجة فجأة مرة واحدة قفل عليك ممكن يكون الشخص ده اكتشف أنه أنت فيه حد مقدم لك عرض وممكن تكون مثلاً قلت له بالليل أنا متقدم لي واحد أم عملك بلوك من غير ما يسمع من غير ما يعرف التبرير ماشي إنه شخص عميد وما بيقبلش حد يهزمه أصلا أصلا ما بيقبلش حد يهزمه وما بيقبلش حد يقوله أنا ماشي هو اللي يمشي بس هو عنده شخص تاني عنده شخص تاني على حكرة فأنت شايفه إنه هو اختفى مرة واحدة وهد المعبد عالي فيه موت المشاعر الحلوة موت الاستقرار كل حاجة وقع كل حاجة وقع الروسيان دي خليها رملة لا ومع ذلك هو ما شايفه كان أنت شخص اتغيرت بس هو أعتقد يا برج الحمل لو فيه طرف ثالث بقى السمرز ده لو هينطبط عليكم هو شعر أن أنت اتغيرت للطرف الثالث ده مش ليه هو خالص مش ليه هو خالص طيب فيه اختلفات ما بينكم مش عارفة عنه اختلفات دينية ممكن ما ممكن تبقى اختلفات دينية ولكن ممكن تبقى اختلفات عايزة يعني فكرية ممكن تبقى اتنين شبه بعض ولكن اختلفات فكرية طيب ايه الشيء اللي هو عايز يعملوه بص بقى بص بقى وركز معايا الشخص ده عايز يشتغل على علاقة علاقة قديمة او جديدة هو ما يعرفش حتى الام هو حتى الام محتر بصوي عايز يشتغل على علاقة وعايز يبتدي علاقة اصلا وعايز ينهي الصراع ده بقى كفاية بقى كفاية هو في صراع ما بينكم فاكما كل ما تيجي تتكلمه مع بعض تتخنقه حاجة زي كده يعني يعني كل ما تيجي تقوله كلمة يقولك اسكت بقى انا مش طيقك وكده ويقفل سكة في وشك ويمشي فاهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة سواء معاك بقى او مع حد اخر ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة حتى الان ولم ياخد ذلك القرار بس بكل بساطة لكن هو كل منيته ينيهز الصراع سواء كان ببداية معاك او بداية مع غيرك بقى ويمشي ويسيبك انت كذلك شاعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع خدعك مشي من العلاقة مرة واحدة وانت بجد عايز تتغير على فكرة برج الحمر اللي مش يزور وان كنت ما تغيرتش ابدأ انت شخص جميل قوي على فكرة وعندك مشاعر التهيير عايز تتغير عايز تتغير حياتك انت شاعر ان العلاقة دي ايو ايو انت شاعر ان هذه العلاقة كانت علاقة مملة او مش مملة مش مملة بالمعمل الحرفي ولكن كان بينقصها شيء ايه هو بقى ان مش عارف تحط ايدك عليه يعني هي فها استقرار فيه اتنين اهم وقفين اهم مبسوطين بس فيه حاجة جوه العلاقة ديك اتنقص ممكن تكون انت كنت مش فاهمها او انت مش فاهمها حاجة زي كده ولكن انت الان فيه توبك الجديد عايز تتغير وده في العلاق بص مع الميشن ده الساحر يعني تغيير واضح وصريح وكل اللي هيشوفك يقولك انت تغيرت انت عايز تستقر يا برج الحمال عايز تستقر عايز ممكن نقول ايه عايز تتجوز وتبتلي بدايك دي ده بقى كفاية بقى فيه ازمة فيه ازمة انت عايزت تخلص منها وترتاح بقى ترتاح تقعد مالك كده زمانك تخلص من الخناء الفضية دي تشعر انه هو كل ما تروح تكلمه يروح داحك كده ومش راضد عليك طب ليه عامل تاني معايا كده اولا مش طيق مش عايز اشوفك تاني مثلا وعلى فكرة برضو ممكن تكون علاقة سلسية ممكن تكون علاقة سلسية هو عنده طرف لكن انت مش عارفة عنده طرف ولا نشوف النصيحة في الاخرى نشوف الكلام ده لكن انت عايز تغير حياتك عايز تستقر عايزة تبقي ام عايزة تتجوزي بالزبط عايزة تتجوزي انا مش بعز والشخص ده ممكن يكون الشخص ده ما كانش واضح بالزبط الشخص ده ما كانش واضح معك كان فيه غمود من ناحية مشاعره ما كنتش فاهمه هو عايز جواز ولا عايز لابعيال ولا انت عايز ايه بالزبط مش راضي يوضح لانه فيه طرف تاني في هذه العلاقة فيه طرف السورية الثالث عشان كده ما كانش واضح وانت مش فهم ما هو بيعمل كده ليه وعادين من كل شوية يمشي ويروح يمشي ويروح يمشي ويروح ما انتش فهم فيه ايه ايه يا عم اعمل تخرج وتيجي تخرج وديجي انت انا طاعدت عشان كده وحاس ان انت اتغيرت اتغيرته ومستعد انك تذني حياتك من غيره خالص انت ممكن تلغيه تمسحه باستيكة انت جايلك عرض على فكرة صح كده انت جايلك عرض خطوبة ده اللي هنشوفه تاني انت جايلك عرض خطوبة عرض زواج صريح فيه شخص جاي يقولك تعالى تعالى بقى انا انا متقدم لك وشخص شخص حلو قوي انت عايز تستقر عايز تستقر وتتقدم الامام وتترك تلك العلاقة تترك تلك العلاقة فا 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 لكن هو هو عايز ياخد قرار شخص ده متردد وعنيد وما بيرساش على بره ويتعب هو تخصص تقريبا كده بيتعب اللي حواليه وخلاص بس يغش في العلاقة يتعب اللي حواليه ويمشي يديك شرط مشاعر يحسسك بان انت ملكة الكون في ايدك وبعد كده يجري يا عم عايز ايه انا معرفش عايز ايه انا معرفش عايز ايه انت ممكن تكون بتتعامل مع برج ايه يا ربي برج الحوت القوس اه برضو وبرج هوائي وبرج مائي وبرج الدلو وبرج اه برضو ايه هنشوف تاني وسرطان السرطان والطور السرطان والطور طيب هذا الشخص بقى وده الغريب بقى ده الغريب اللي انا عارفة ان المعظم الناس اللي هتشوف دلوقتي هتستقل الشخص ده ممكن يكون باين لك باين لك انه هو مهمل وانه مش بتاع جواز مثلا وانه شخص متردد وكان فيه طرف ثالث وكلام ده ولكن كانت هذه العلاقة بالنسباله اه علاقة زا ستار واه علاقة جميلة كده وتحقيق امنيات هي كانت امنيا امنيا في ايه بقى هو شايف ان العلاقة دي كان فيها حب على فكرة والله مش هزاري يعني انت ممكن تكون مش شايف ده وشايف ان العلاقة عشان كده هم متردد يا برج الحمل عشان كده مش رضي يرسيك على بار انت كل ما تقوله احنا هننهي ولا هنرجع فهم مش عارف محتار لان هو شايفك الاس اوف كابس والاس الفانتكالس انت حقيقة في حياته انت حب شايف ان هي لو قدم لها كاس الحب هتبقى حكرة حلوة هتبقى علاقة مصمرة شايف كده شايف هي كانت امنية بالنسباله هذي العلاقة كي هو شايف كده دي وجهة نظره انما انت وجهة نظرك انها علاقة فيها فيها صعوبات زي ما قلتلك في حاجات فيها ندم فيها ندم في شخص بيدي ويجري شخص بيندم اللي معاه على انه دخل معه علاقة اصلا هو ده المعنى الدقيقي يعني وشايف ايه كمان بالضبط انت شايف انه هو كان معلقك وكان ما كنتش فهمه ايوه هو شخص مش مفهوم غامض شخص غامض شخص غامض مش مفهوم شخص متحكم قوي مسيطر ويحب يسيطر علاقة قوي ويمشي على كيفه وانا غامض وهفضل غامض انت متتحكميش فيها لو راجل انت متتحكميش فيها لو ست ملكش دعوة بيه انا قرر وقت ما قرر وكان معلقك معاه وهو بارد شخص بارد ما بيحسش اوكي انت عايز تمشي بقى عايز تبص الحاجة تانية انت بصص الحاجة تانية مش بقولك انت في حد مقدمك عرض انت بصص لشيء تاخي عايز تمشي وترحل من هزيلة بقى ممكن يكون لان هو شايفها كده فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معاك بعد كل الليلة دي كلها كده عايز بداية جديدة ولكن لم يقرر بعد ممكن في شهر التمانية ما يقررش خالص طيب النصيحة ايه بقى؟ طيب بص يا برج الحمل والكلام ده تاخد به او ما تاخدش به العلاقة دي علاقة سلسية اوكي؟ اه طرف ده عنده طرف تاني عنده طرف تاني ماشي؟ اه وانت عندك عرض في حد مقدم لك عرض اوكي؟ اوكي؟ النصحة بتقولك امشي بقى من وجع القلب ده انت موجوع على فكرة موجوع مش ظهر فامشي بقى من وجع القلب ده واخد قرار حازم بالرحيل خد قرار حازم انت مش عارف انت كمان محتوار خد قرار حازم بالرحيل وارحل الى علاقة اخرى بالزبط كده؟ لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل رح له لان ده العرض الصح ده قدرك ربنا بعيت لك عرض لطيف لو متقدم لك شخص تاني خطوبة علاقة تانية علاقة جدة علاقة جدة مش ظهر على فكرة دي لو شخص متقدم لك فدكرتك اصلا دكرتك ارجع بقى لاصلك والذاتك واقفل على الموضوع ده تماما خد قرار حازم بانهاء وجع القلب ده ده وجع قلب شخص ده هيفضل يروح ويجي يروح ويجي ومش هيستقر لانه شخص متردد وعنده طرف تاني ومش عارف يعمل ايه فانت تقول له بص انا هريحك انا مشي اعمل تعمله بقى انا رايح لعرض تاني انا رايح لحد تاني في حد تاني احسن في حد تاني احسن لاكتر ولاقل الموضوع صعب الموضوع صعب طبعا الموضوع صعب طب نشوف لك كده لو في عرض تاني العرض ده ايه عشان برضو نبقى متكدين هلا هناك عرض اخر هتعايز تنزلي اه 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 اتفضل يا سيدي اتفضل يا سيدي على الاستقرار توقم الروح يا سيدي يا سيدي يا سيدي يلا يا عم بفت خطوبة انت عايز تتجاوز مش بقول لك انت عايز تتجاوز او انت عايزة تتجاوز بقى مش لازم تكون دي سيدي يعني لو راجل بيتفرق تعايز تستقر لان هنا برضو عندي الراجل اهو بص ده جزدي ده جزدي اصلا فلو انت راجل يلا يا عم خش على دي على طول خش عليها وقول لها مساء الخير مساء الخير فضلك كوباية يلا انطلق يا برج الحمل انطلق هذه العلاقة فيها رجع قلدي شخص ده اه اه شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجات وكانت نجمة هو 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 ولكن هو مش هيتغير هيفضل الشخص الحيران هيروح ويجي يروح ويجي ما بينك وبانطرف اخر طب وعلى ايه انا ماشي انا ماشي همشي العلاقة تانية انا عايزة استقر عايزة اتجاوز عايزة راحة مش عايزة وجع قلب عايزين الكارت ده يبقى مقلوب يا برج الحمل مش عايزين ده ده وجع قلب ارحل من وجع القلب انا هعتبر الكارت ده مقلوب يا برج الحمل هعتبره مقلوب هعتبرك هتوعد عليك بعض الفيديو ده انك تقلبي الكرت ده وترحل من هذا الشخص ترحل منه تماما خلينا متفقين على كده خلينا متفقين على انك راحل من هذا الشخص فيه تو امروح جايلك فيه تو امروح جايلك فيه شخص تاني هيجيلك لكن هذه العلاقة علاقة ثلاثية وهتكتشف ان انت احتمال اصلا بعد ما تسيب هذا الطرف هتلاقي خطر او دخل في علاقة تانية احتمال وارد احتمال وارد يعني مرسي جدا يا برج الحمل اتمنى ما تكونش ازعجتكم واتمنى ما يكونش يعني انا عايزاكو يبقى مشاعركو يعني ده كرتك راح فين كرتك انا عايزاك تبقى شبه الراجل ده ده كرتك اصلا انت لو جايلك حد من برج الحمل شبهك خده عشان ده تو امروحك خد الكرار بقى ورحل من هذه العلاقة يا رب تكون الكراءة عجبتكم الكراءة للمرة الست ومئة ترجمة نانسي قنقر